إلى واشنطن دكتور حسن كيف نظرت واشنطن إلى هذه الزيارة أو الإدارة الأمريكية هل هي زيارة بروتوكولية تتم في نهاية العام لتهنئة الجنود أم أنها تحمل أكثر من ذلك نعم تحية لكم ولظيف الكرام ومشاهدين البرنامج أنا أعتقد هذه الزيارة تأتي على ثلاث محاور المحور الأول يرجع إلى غرار ترامب للانسحاب من سوريا والتوتر الذي حصل بينه وبين غيادات العسكر في الولايات المتحدة وخاصة استغالة السيد جيمز ماتيس هذه الزيارة تأتي لتحسن علاقة السيد ترامب مع الجيش وحضوره في عياد رأس السنة ما بين الجنود في غاعدة أمريكية في العراق المحور الثاني يرجع بأن ترامب يريد يؤكد للجميع بأنه لم يخرج من العراق مثل ما خرج من سوريا القوات الأمريكية ستبغى في العراق وهناك لديها خطط وبرنامج وتستمر في هذا البرنامج المحور الثالث هناك كانت أشاعات بأن حصلت شيء من المساومة بين ترامب وأوردغان حول سوريا هذه الزيارة وسيد ترامب يريد يؤكد أن هناك لا توجد أي مساومة بينه وبين أوردغان وخاصة عندما رجع من العراق إلى واشنطن بعدما تقديم أو وصول دعوة من السيد ترامب لزيارة أنغرة هو لم يزور أنغرة ورجع مباشرة اليوم وصل إلى واشنطن هذا معناه أنه لا يريد يدخل بالألعاب الموجودة في هذه القضية ولا يدخل في هذه المساومة ويرد على كل هذه الموجات الاحتجاجية التي أشاعت بهذا الشكل أما فيما يرجع إلى الشعب العراقي أو الحكومة العراقية أو ما نسمعه من العراق أعتقد أن هذه الزيارة كانت زيارة غير رسمية إلى جنود الأمريكان الموجودين في قاعدة أمريكية قاعدة وفقا إلى الاتفاقية الأمنية بين العراق وبين أمريكا ولم يبلغ الأطراف الحكومية وبعدين إذا الشعب العراقي أو الحكومة العراقية تبحث عن إساءة قبل أيام يرج مسجدي أساءة كاملة لشهداء العراق في حفل تكريم لهذه الشهداء أيضا قاسم سليماني يسرح ويمرح في العراق ويتدخل في شؤون الحكومة دون أي تنشير الدخول أو خروج من العراق ولم نسمع هناك ضجة حول هذه القضايا لذلك إذا موضوع السيادة منقوص في العراق منقوص من جوانب مختلفة ترجمة نانسي قنقر